مستقيم يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا في نور الدين نذهب نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب الأعمال إلى الله أنباءنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة ربنا سبحانه وتعالى أكثر في القرآن من ذكر الصلاة مرة والثانية والعاشرة والمئة ذكر الصلاة كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة عماد الدين العماد هو هذا العمود الذي يحمل الخيمة بحيث أننا لو شدنا هذا العمود تنهدم الخيم كأنه شبه الدين بهذه الخيمة فإذا أردنا أن نستفيد منها وأردنا أن نزاول الوظائف التي تقوم بها الخيمة فلابد علينا من وضع الأعمدة ما عمود الخيمة الصلاة الصلاة إذن أمر قوي جدا مهم جدا أول ركن بعد الإنسان ما يدخل الإسلام أشهد أن لا إله الله ومحمد رسول الله إقامة الصلاة أول شيء وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أول شيء سنحاسب عليه يوم القيامة هو الصلاة فإن صحت صح العمل كله وإن لم تصح لا يصحه العمل كله أهم حاجة قضية الصلاة إذن ليست مسألة سهلة ولذلك أمرنا أن نتعود عليها منذ الصغر واستجاب المسلمون لهذا وبدأوا من سن سبع سنوات يبدأ الحفاظ على الصلاوات هو لسه لم يكلف بعد لكن بالرغم من كده إلا أنه يتمسك بالصلاة لأنها مسألة برضو تحتاج إلى تعود تحتاج إلى أنه عندما أسمع أذن الظهر يتعلق قلبي بصلاة الظهر وجعل يوم القيامة أن من يستظل بعرش الرحمن في يوم القيامة الدنيا حر والشمس قريبة جدا من الناس دنيا مشتعلة درجة الحرارة فوق 60-70 فحاجة يعني ولعة ووقفين في العراء ومفيه العرش ليظل مسموح لمين اللي يروح بقى للظل ده مين اللي مع التذكرة اللي بيصلي اللي بيصلي هو اللي معاه التذكرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ظل الرحمن اللي هو ظل العرش بتاع الرحمن فنقف في هذا الظل الوقوف في هذا الظل يعني الدفع فيه ملايين مملينا طيب دي سهلة حافظ على صلاتك علشان صلاتك هي المفتاح اللي هيجب لك كل الخير في الدنيا ويجب لك كل الخير في الآخر يبقى الصلاة مهمة كيف نصلي تكلم ربنا عن كيفية الصلاة وتكلم الرسول عن كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي يعني شوفوا أنا بعمل إيه وأعمله زي فماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أول شي أنه كان يتوضأ وكان هو علمنا قبل كده إنما الأعمال بالنيات يبقى إذن عندنا ست حاجات نمر واحد النية إن أنا رايح للحنفية ونناوي أتوض علشان هصلي بعد كده نمر اتنين غسل الوج نمر تلاتة غسل الإيدين إلى المرفقين نمر أربعة مسح بعض الرأس نمر خمسة غسل الرجل نمر ستة الترتيب ده لأنه هو حافظ على الترتيب ده هعايزين نصلي زي ما هو بيصلي وبعدين يستنى لما الأزان يأز الأزان أزن بتاع العشة يوم يصلي العشة الأزان أزن بتاع الفجر يوم يصلي الفجر الأزان أزن بتاع الظهر يوم يصلي الظهر يبقى ده ترتيبة نمر واحد الوضوء نمر اتنين دخول الوقت نمر تلات استقبال القبل فربنا أمرنا أن نحن نستقبل في أي مكان في العالم الكعبة نلبس حاجات نظيفة لبس الطاهر في المكان الطاهر وستر العورة واستقبال القبلة خمس حاجات سموهم شروط الصلاة عملنا كده الفجر ركعتين الظهر أربعة العصر أربعة المغرب تلاتة العيش أربعة يبقى أنا عرفت أهمية الصلاة وعرفت إزاي صل أضاف لنا شوات حاجات قال لنا أحسن ليكم إن أنتم تصلوا جماعة يبقى هو عايزنا نعمل دايما في روح الفريق ما نعملش كل واحد كده لوحده وقال إنما الإمام ليؤتم به فالإمام نروح وراه نعمل صف أمرنا بالاستواء في الصف النظام وأمرنا إن إحنا نكبر حاجة اسمها تكبيرة الإحرام الله أكبر إحرام بإيه بقى حرم علي الكلام والضحك والتنطط والحاجات دي كلها وقوموا لله قانتين يعني ساكتين لما قالت الله أكبر دخلت الصلاة يبقى الله أكبر ركن من أركان الصلاة بعدين نقرى الفتح وبعدين أركع وأوم من الرجوع وأسجد وأوم من السجود وأسجد تاني وأوم من السجود وبعدين كده تمت الرقعة وبعدين نكرر الحكاية دي إما مرتين وإما ثلاثة وإما أربعة حسب الصلاة اللي إحنا فيها فدي هي الصلاة بتاعتنا اللي بنصلي ونجعلها صلة بيننا وبين الله علمنا بقى إن الصلاة دي المهم فيها إيه الزكر والمهم فيها إيه الدعاء ومناجاة ربنا والالتجاء إليه والمهم فيها إيه الصلة التي بين وبين الله سبحانه وتعالى لأنها الصلاة الصلاة جاية من الصلة العلاقة بيني وبين ربنا واحد يقول لي أنا عايز أعرف هو ربنا راضي عني أو لا طبعا مفيش 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 وحي طب أعرف إزاي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علموا الغيوب أعرف عليه العادة يبقى الشيطان كده مش 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 علشان يغفر لأنه ما عملش الزنب علشان يغفر له مش علشان يعلي دركته ما هو دركته عالية عالية زي ما بتقولي إنما علشان معنى آخر وهو أنه استهل صارخا في حد تاني عنده سؤال طب قولي لما بسرح ونبص لكده صلات تبقى مقبول ولا لا مقبول إن شاء الله على قدر ما لم تسرح في صلاتك ومقبول لإسقاط الفريضة الصلاة بتاعتنا دي غريبة شوية من كرم ربنا علينا لو إنك مثلا فرضنا إن إحنا صلينا سرحانين مية في المية يعني الصلاة خدت مننا خمس دقائق الخمس دقائق سرحانين يعني بنفكر في ملكوت الله قم تسقط عنك الفريضة طيب عرفت اللي أنا بقوله وأنا بقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو يا رب كرمني ورزقني وهديني عرفت الكلام اللي أنا بقوله ده لمدة دقيقة واربعة سرحانين هتتحسيب لك دقيقة سواب لو ما جبت شوالة دقيقة خلاص الفريضة سقطت قدي أول حتة قدي أول جانب السواب بقى السواب على قدر ما عقل أحدنا من صلاته اتنين لتلاتة تحسيب لك اتنين لتلاتة اربعين في المية تلاتة الخمسة يبقى تلاتة هتحسيب لك ستين في المية وبقيت الصلاة مش مش هتخذي عليه سواب بس مش هتخذي عقاب يبقى إذن الإجابة على هذا السؤال سؤال مهم أنه بيحاول الإنسان جاهدا أن يستحضر عظمة مولاه فإذا ذهنه راح كده ولا كده ما سمي الإنسان إلا لنسيه فيكون هكذا تفضلي إزا يبدأ أصلي والتزم بصراطي الالتزم بصراطك عايز قرار دي نمرة واحد لازم تعزمي على نفسك أن خلاص أنا قررت أن أنا هصلي قرار نهائي ما فيهش مراجعة ولا فيه رجوع نمرة اتنين اللي يساعد برضو على أنه أنا أصلي ربنا بيقول هي والبنات معها نعم ليه صلاة قيام الليل مهمة هو قيام الليل كان فريضة على رسول الله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتد القرآن ترتيلة فريضة على رسول الله لا يستطيع تركها بالنسبة لي نحن ربنا خفف عنا وخلى قيام الليل بركة استجابة للدعاء شعور بالأمن والأمان والراحة مرة واحد من مشايخنا كذا الشيخ محمد راشد رحمه الله تعالى واحد من الصالحين سألوا قالوا إيه الحاجة اللي بينك وبين ربنا اللي أنت بتحبها ويعني متمسك بيها قالوا أنا بصلي ركعتين دي لاربعين سنة كل يوم ما حدش يعرف عنهم حاجة ولا مراطي يعني هو وهو نايم يقوم ويروح ويتوضى ويصلي ركعتين وينام تاني فزوجته لما الفجر يأزن تلاقي جبها ما عملش حاجة وهو أم صلى ركعتين كان الرجل ده يعني قمة في الاستقرار النفسي وكان يقول الركعتين دول هم سبب هدوئي وسبب سلامي مع نفسي يعني طيب اتفضل هو ازاي سيدنا محمد في رحلة الإسراء والمعراج صلى بالأنبياء كلهم مع أن قبل سيدنا محمد ما كانش في صلى زينا لا الصلى موجودة منذ سيدنا آدم لكن مش موجود الفرائض الخمسة بهذه الكيفية لكن الصلى من أنها التجاء إلى الله من أنها فيها ركوع من أنها فيها سجود لا دي موجودة ومن زمان نمر اتنين الأنبياء لكلهم مأمورين أنهم يتبعوا النبل مأمورين أنهم يتبعوا النبل فأول ما رأوه في عالم الغيب كده راحوا متبعين مين عايز يا أولاد قولت فضل هو لو أنا صليت الظهر بعد العصر صرتها تتقبل أم لا إذا الواحد فاته صلى فيحاول أنه يصليها قبل الفريضة اللي دخلت يعني نصلي الظهر وبعدين العصر لكن أنت بتسأل سؤال أنت دخلت ولاقي الجماعة وإنت لسه ما صليتش الظهر يعيني والجماعة دي جماعة العصر تنوي صلاة الظهر يعني تقول نوايته صلاة الظهر هو الإمام بيصلي العصر وأنا وراه بصلي الظهر ينفع ينفع إنما وبعدين بعد ما خلص أو ما صلي العصر نعم تفضلي هو لربنا خلانا نلبس الحجاب وإحنا بنصلي ما احنا ممكن ما نلبسوش وإحنا بنصلي وبعدين هيحصل إيه بقى منشاة تقبل الصلة لإنه كل واحد لازم نقولنا إنه هدومته بقى نظيفة المكان يبقى نظيف العورة بقى مستورة ولذلك يجب على البنات إنه هم يلبسوا الطرحة أثناء ما هم بيصلوا لو ما عملوش كده هل ينفع نصلي من غير وضوء ما هي هي طب يفرضوا واحد رح صلى من غير وضوء هتتقبل منه لا طب ما هي هي طب القبل هي ورا هي واحد رح ومودي وشه كده وراح نصلي استعبط تعيش يا بوريش هينفع مش هينفع واحد قام دلوقتي وصلى أربع ركعات الله هو أكبر وراح نصلي قدامنا أربع ركعات قلنا له الدول بتقعيه قال العيشة ومنضحك ونقول له لا دا العيشة لسه ما الزينتش ينفع على أربع ركعات دول ما ينفعوش السبب إيه فقد الشرط واخد مالك فالحكاية مش على هوا نحن نحن بنعبد ربنا كما أراد مش كما نريد ولذلك بنقول كل ولد كل بنت يلتزم بالملابس بتاعة الصلاة كلكم عايزين طب عجبك أكبر قال له إيه دا يا سيدنا العباس دا إيه يا عباس دا قال له دا محمد يدعي أنه قد أوحي إليه وهذا علي بن أبي طالب صدقه فيما يقول وهذه خديجة زوج محمد اتبعته فيما يقول قال يا ليتني أسلمت ذلك اليوم فأكون أول من أسلم يعني كمان سيدنا أبو بكر لسه ما أسلمش كلام دا قبل الإسراء والمعراض باربعتشر سنة حلو قعد وهكذا نسير في نور الدين إلى رب العالمين إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته